نتكلم برضو عن مباراة النادي الزمالك نتكلم عن النادي الزمالك دلوقتي وفي الفترة اللي جاية مع نجم نادي الزمالك السابق الكابتن محمد عبدالله كابتن محمد مشرفنا من نورنا كالعادة حبيبه وحميد ربنا يخليك انت اللي منور دايما يا ربه ربنا يخلى حضراتك كابتن في البداية عايز اخذ رأيك في الاول في مباراة النهاردة امام سجرادة الانجولي يعني الحمد لله طبعا لو في اخر نتيجة هيجابية طبعا انت تلعب خارج حصره طبعا برضو مع فرع يعني مش هقولك فرع كويسة بس على الالة يعني عندها حظوظه كان عندها اعمل طبعا انها تكسب نت زمالك تجبرهم حاجة كبيرة طبعا او كسب نت زمالك انها الحمد لله طبعا مش عايزة ولاك ممكن تكون تضايعة فوز سهلة يعني ممكن التشكلة ممكن تكونش مناسب النهاردة من عطارة اللعب وممكن تكون بعض الفرص اللي جاتنا اعرف نشتبت على شكل كويس دي كورتنا علاقات الجون ممكن يخلصوا الجين بدري بدري نهارد وفي الاخر الحمد لله يعني الاسخم تنتيجة هيجابية واحنا بقالنا فترة فعلا ما صعدناش او ما عدناش حتى دور المجموعات قبل المباراة ما كنتين دور المجموعات التدوسع دراسني فدي حاجة كويسة جدا طبعا وان شاء الله بحافظ للجاي ان شاء الله بإذن الله شايف المجموعة المجموعة كانت يعني ممكن تكون سهلة بالنسبة لنا زمالك صحيح فيه فرق زي ابو سليم اللي بيماشيين بشكل كويس عندهم تسع نقاط ولكن المستوى اللي بعد كده لما تصعد لدور ربع النهائي هتواجه مين انت هتواجه فرق اقوى بشكل كبير من الفرق اللي كانت في المجموعة بو سأقولك على حاجة انا ضد الناس اللي فقط تتكلم المجموعة سهلة المجموعة بإن ما فيش حال اسمها سهلة كورة فيها مصغيرة كتير وكورة وارد ان يحصل اي حاجة فيه فرق كبيرة بتكسفرها صغيرة وضو الطبيعي في الكورة يعني وانما كورة للمجتهد اللي بيجتهد واللي بيجتهد واللي بيجتهد بشكل كويس واللي قدم عليه ايدي دول اللي بيجهد انت من فينك ان يسمع على بو سليم اللي بداية صحيح طبعا لي كل احترام طبعا بس بالنزال اي حد او اي حد ليه في الكورة بالنزاله كانت فرقة مجهولة الفرقة النهاردة مع اول ظهور ليها في دور الان دور الانترارية اول بطولة قرية ليهم اول بطولة ليهم بالنزالهم النهاردة ناشي تاني ومهد اداء كويس جدا انا بقول لك تكون فيها متواجرات كتير وفرقة في افريقيا بتتطور بشكل كبير يوم بعد يوم انما طبعا كل ما بتعدي دور اكيدنا هتلاقي الموضوع بيبصعب اكتر واكتر والبطل ادام بيدور على بطولة بيشوفش مين كويس ومين وحش وقام بحاجة انا بكسب بالنزاله وده اللي لازم يبقى هدفنا وده هدف ادام كابتن معتمد والفرق السناد ان شاء الله فبالاخص في كونفدراليا ان انت فانم مش بص لحد ادام حاجة بتكسب بتعدي دور والدور اللي بقى ديه والمكسب بيجيب مكسب اكيد ده هيوصلك للهدف والمستهدف اللي انت عايز طيب شايف ازاي كورة نار الزمالك مع كابتن معتمد جمال يمكن على مستوى النتائج في النتائج ايجابية جدا اللهم الا بس هزيمة وحيدة من المصري البورسعيدي شايف ازاي اجمالا تجارب الكابتن معتمد جمال مع الناتزة مالك في المباريات اللي خضى في اكتر من بطوله اقول لك على حاجة يعني منطق المصدقية الراجل يجيب يعني ايه عدل الكافة تلتونة وستين درجة من اداء محزوز حتى بمكاسب خدعان اقول لك على حاجة لما كانوا سيريو موجود وكتبنا ماتش اسموحة بس كورة عالي جدا كلنا كنا اللي فاهم كورة اوي هيقول لك دي مكسب خادع انا راجل دا كان عنده مشاكل كتير مشاكل بالجملة وكناش متطمنين حتى لا الاداء ولا النتيجة حتى واحنا ساعات بنكسب معاه اه انما ما كنتم اعتمد راجل وقاي شغال على حجم القماشة اللي معاه وفعلا بيعرف بيدورها بشكل كويس اه النتائج لحد الامن يوم ما جيه لحد واعتمد هذا اقول لك بالنسبة 9% اكيد ايجابيات كلها ونتائج كلها ايجابية بتكسسنا مبارات المصري طبعا اه وده وارد وبيحصل ما فيش فرقة في العالم بتمشي طول الوقت اه بتكسب طول الوقت وفي نفس الوقت انا عايز اقول لك ان هو جايش شاي الليلة دقيلة جدا دا حي عن نتائج محزوزة اه 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 مستوى اللعيبة غيابات كتير جدا اه غيابات اه عندك اه مشاكل طبعا اه كانت مشاكل ادارية جوا النادي كل الكلام ده الراجل تحمله في وقت صعب جدا وما كانش اي حد يتحمل المواقف اللي كانت المعتمد تتحمله حتى لو مدير فني اجنادي كان اي يجي وبيعاني في الظل فيه مديرين فنيين اجانب هنا حتى في واصل وافقان ديها جويرة يشتجوا لك من التحكيم من اصل ضغوط الماتشاط الراجل من يوم ما جيه ما بيتكلمش مقصامت جدا مركز بشغله اتمنى له طبعا التوفيق وان شاء الله الناس الزمالك يرجع لما تصاره الطبيعي معاه وانا شاف ان هي تجربة نجحة جدا واتمنى من مجلس الهدارة التماسك بكافة المعدمة لاخر الموسم لحد ما يحقق المستهدف اللي احنا عايزينه ولكل الناس بتتمنى جماهير نات زمالك البطولة الكمبيوترالية منافسة على الدور ان شاء الله ومش بعيدة كلنا ينبقى في ظهر وكلنا معاه وان شاء الله اكبر نجحات ليه هو شخصية انه هيستحق كابتن محمد شرفتنا ونورتنا نشكر كابتن محمد عبدالله نجم نادي الزمالك السابق